موسيقى عملا بتوصيات وتوجيهات القيادة الرشيدة وعلى رأس سيادة لواء المدير العام للأمن الوطني في محاربة الجريمة بمختلف أشكالها لاسيما من حضر أيامها تمكنت مصالح أمن وولاية الجزائر ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحر هذا الأسبوع من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في الاتجار والترويج بالمخدرات السربة والهيروين طبعا هذه الشبكة تنشط في ضواحي العاصمة تتكون من ستة أشخاص تتراوح أعمارهم من بين 30 إلى 50 سنة اصفرت عن إيقاف وضبط المشتبة فيها الرئيسي وبعد إذن بالتفتيش من سيد وكيل الجمهورية قاموا بضبط كمية معتبرة من المخدرات راتج الهندي تقدر بـ 18 كيلوغرام إضافة إلى 22 كابسولة من الهيروين كما تم استرجاع مبلغ مالي طبعا من عائدة الاتجار بهذه المخدرات يقدر بحوالي 40 مليون سنتيم إضافة إلى هواتف نقالة تستعمل من قبل عناصر هذه الشبكة وكذا أسلحة بيضة